تقدم حمد المصر رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيل باعتذار رسمي لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندسية حيالكومي عن استكمال مهماته والاكتفاء بالفترة الماضية بعد الإطمئنان على الأمور الفنية للنادي وعادت ترتبها بما يحقق الاستقرار المنتظر لجماهير النادي متمنيا التوفيق فيما هو قادم لمجلس الإدارة والفريق وكافة الأجهزة الفنية ولجماهيره وجاء نص الاستقالة على النحو التالي السيد رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي العريق السادة أعضاء المجلس الموقر تحية طيبة وبعد أود أن أشكر سيادتكم على الفرصة العظيمة التي قدمتموها لي لرد الجميل لنادينا الحبيب وخدمة جماهيره الوفية خلال الفترة الماضية والتي تشرفت بها برئاسة اللجنة الفنية للنادي ويعلم الله مدى حرصي وإخلاصي على الوقوف بجانب المجلس وجماهير الدرويش خلال الفترة السابقة لإنقاذ النادي وإعلاء ما كانته بعد الظروف الصعبة التي مر بها في بداية الموسم وذلك لإعادة البسمة والفرحة إلى نادينا الكبير والتي سوف يجني سمارها في الفترة المقبلة عن تلك الأعمال التي شهدها النادي منذ قدوم مجلسكم الموقر وبعد الإطمئنان على الأمور الفنية للنادي وعادة ترتبها بالشكل الذي يرضي طموحات الجماهير ومجلسكم المحترم لذا أتقدم لسياداتكم بالاعتذار عن رئاسة اللجنة الفنية متمنيا لكم ولنادينا الحبيب ولجماهيره العظيمة كل التوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر